اشتركوا في القناة والأخوية التاريخية الوفيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وبحث سبل تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق المشترك بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية بما في ذلك الحرب على قطاع غزة وازدياد حدة التوتر والتصعيد والجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة والمساعي التي تبذلها اللجنة العربية الإسلامية المشتركة في هذا الشأن وذلك خلال اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة